رح ننتقل لفقرة مميزة مليئة بالقطع الخشبية الحلوية اللي هيك زينت صباحنا لليوم قدي حلو هذا المشروع الصغير اللي دائما بيكون هو حالي بداعية وباب رزق لكتير من الشباب والصبايا صحيح رشا هيا المشاريع نحنا نقول بتكبر الألف وما بالك لما نحكي عن الخشب الخشب دائما بيكون في روح بكل أطعب تنشغال ومن القطع اللي شايفينا اليوم موهبتنا مميزة عم تكون رح ننتقل هيك فورا لضيفنا نحكي أكتر اليوم عن موهبته كيف باللشاد المشروع وشو هي أهم الصعوبات اللي ممكن تعترضه هو أو غيره من الشباب الجدد بعالم الخشبيات والمشاريع الصغيرة ضيفنا لليوم هو الأستاذ حسين الحاج معلة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح خير شو هالجمال يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيك شكرا للمقدمة الحلوية أهلا وسهلا فيك بالوداية خلينا نتعرف على مشروعك أي ما تبدأ وشو اسمه تمام هلا هو بصراحة مشروعي أديم فكريا وعمليا جديد يعني أنا صليت أيما شي سنة فتحت محل تمام سميته بريمو بريمو بالإيطالي معتها الأول فعلا نحن أول حدا بيشتغل هيك شي جديد يعني ها دخلنا الخشب بالمنتجات العملية هلا كل عمري أنا كتت سافر برا كتير وشتري غراض خشب وشتري منتجات خشبية بعدين من فترة يعني حاولتك صنع قطعة عادية خشبية عادية فنجحت معي وقت نجحت فبلشت الموضوع حبيته بصراحة حبيت الموضوع حبيت الموضوع اشتغل فيه أكثر صرت بقى استطفيت فيه شوف شوف ناقص بالسوق شغلات ممكن واحد يعملها ممكن يساوية شوفي مواد متوفرة وعلى أساسها اعمل شيء من المواد هاي فالحمد لله طلع معي تشكيلة حلوة كتير فبعد ما عملتها التشكيلة تحالي اوك بنفتح محل مسمي اسم كوان يكون مميز ويكون ناكي لاي على شيء اسمه خشب واسمه تارفتيف و الحمد لله الأمور يعني ما شيء حلوة أهم شيء انا بحب هذا الشيء يعني بحب الخشب مريحة انا برتاح اكيد الخشب هو عبارة عن روح طبيعة لا لا في روح انت بما تحطي حضرتك خشب او تحطي مثلا شغلي حديد يعني الخشب يعطيك راحة حتى انا ملاحظ كورة هون الموجود كله خشب في شيء خشبي وفي شيء افتيف بس انا شو عملت عملت افكار جديدة من الخشب حتى انا شوف اليوم في تميز باختيار القطع يعني مثل ما قلت يعني هو مريح للنظر والروح يعني اليوم خلينا نحكي عن هذول القطاع هل كان في اقبال عليها نحكي عن المواد اليوم عم تستخدمها بالعمل مدة العمل تمام بالنسبة لموضوع الاقبال هل هو لازكو في اقبال لانه انا عاملة شيء عملي انا عاملة عملية فهي الشيء العملي فهو بده يعني بده ينطلب قولا واحدا لانه هي بدك تخطيها بأي مكان هلأ اشتركها هاي انسي ممكن هلأ اشتركها هلأ اشتركها اطعت حطب بسيطة او اطعت خشب بسيطة هي حلوة هي كتير هي حلوة هيك فما بالك اذا حلوة وفي عليها شيء ممكن تهي مثلا ممكن تعلق عليها مفاتيح توع البيت حلو هي تعليقة 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 تتعلق على البيت على باب البيت مثلا من داخلها تضع مفاتيح هيك ممكن تضع اي شيء بيخص لها فكرة بسيطة وعملية فمسلا هيك شيء هناك قصص كتير يعني ممكن نعملها مثلا 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 هاي 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 هون بنحط فنجان القهوة لا لكن تجاب معي ولكن تنسيته بالسيارة وهو بيضع الموبايل بطريقة تمام يعني واحد كلاتنا مثلا نكون عادية على المكاتب نكون نحطه بيضحط ممتل هو بيضحط معك هون مثلا تضحطه على محارم على أي شيء هون تضحطه وتوقفي تمام وبالتابع وشيء كمام بسيط يعني فكرة يعني لا أحد أعمل أنا الشغلات هاي اللي أحبها يعني الشيء اللي خلينا نقول القطعة محروفة يعني ليوم ما كتير مطرق قبل أهم شيء الخط العريض عندي هو العملية ما عندي ولا قطعة يوجد منه بس منظر لا بده تكون عملية ومنظر فهون بقى هاي القطعة بتستمر بتصير بتاخد صداء يعني أكبر يعني شو بنا نعرض له كتير يا ان شاء الله بيدك أنا بساعدك هلأ فيها كمان هلأ فيها كمان هلأي كمان قطعت شجر مثلا تمام بينما تكون مثلا سادة أو مثلا نحن نتبع لي شيء ما في داعي نحن نتلكها مراي وبالبيت تحطيها بالبيت تحطيها بالحمام تحطيها بالمكان أعطي الديكور ومنها سواد انتسبت منها يعني بس إنه شكل مثلا يعني خشب ومراي عملية هلأ نحن فيه كمان شقين الشقة الأول هاد الشيء اللي أنا عملت خلينا أشوف تحت المراي كأنه في الشيء مميز خلينا أنا أورجي شيء خلينا أنا أورجي شيء يعني أو عنده مثلا دكتور أو كذا بدأنا نضع بلاستيك أو بليكسي أو كذا لا نحن نضع كروت للكرت نعم تمام مثلا شغلة بسيطة وعملية بيأتي مثلا فرضا عندك هكذا فرضا شمعة دان كلنا اليوم نحب الرومانسية أو نحب مضطرين تمام فينا هتفوج بدلا ما نجيب مثلا شمعدان هذه ممكن نحن نجيب هكذا خشب يعطي منظر حلو وحتى وقت يزل على الشمع كمان بيطلع حلو دعنا نرى هتفوجل كأنه سندير صح تمام أعطيني قطع الكبير طويلة هكذا 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 تعليق هكذا تعليق التياب فقط سواني عمل هكذا 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 مثلا هكذا 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 أنا أفتح حسن يعطي تقل الأطعايا. تمام تمام. أنا بشكل عام. شغلي كله ضمن شقين. الشقة الأول هو الشيء الجديد الذي أفعلته. يعني هذا الشيء أنا أفعله تماماً حسراً. لا أحد أفعله. حتى في العالم. مثلاً مثل السادة شابت شيء. عندك هكذا قلب هدايا تماماً. هي أطعايا خشب تماماً. نضعها. نضعها مثلاً ليرة ذهب. نضعها مثلاً ليرة ذهب. شوكاراتة أي شيء صغير. صحيح. هناك إياسات ولكن كفكرة حلوة. هي لحالة كدو يعني. هي عينة لك. عندك مثلاً هناك إياسات وكل أطعام ما لأخ. كل أطعام ما لأخ. هناك من 3-4 إياسات. هناك شيء أيضاً. أنا أسئلك عن شيء لفتني كثير. سنرى موضوع ديكور هنا الطاولات الخشب. تماماً لأنه موضوع حقاً. إذا من بعد ذلك سنكون أحسن. كم يبينوه. هلأ هنا؟ هلأ هنا؟ لا صعب شوية. أنا سأعرض لك. نعم. 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 هذول الكثير نحن نرى. هلأ هناك. هلأ هناك. هلأ هناك قطعة خشب. تماماً. أنا أخذ القوة الخشب المتاني وقوة الحديد. هلأ هناك مثلاً تصير. تصير طلبية سنضع عليها شاي وقهوة وكل شيء. تصير ديكور تضع عليها تحفي أي شيء بالبيت. تماماً. ويتصير واحد يوجد عليها. حتى شفنا هناك كنت ندخل بلور على الأرض. ندخل بلور بنفس النظام. تماماً. نكسرة. والثالثة أيضاً تصير فيها تحت كتب. إذا شفتي ما أريد أن أبيني عندك. نعم. نحكي على هذه القطعة. تماماً. مكتبي صغيري وطاولي. نعم. طبعاً لدي كثير شغلات. هناك شيء أكبر. لكن طبعاً حجم لا يساعد. لا يساعد. حسين عندك كادر اليوم بالمحل. محل مبيعات طبعاً. وعندي طبعاً. هناك ناس محترفين يشتغل معهم بالنجارة. طبعاً. أنا الذي أعطيهم التصميم الرئيسي. وإنهم يشتغلون عليه بشكل أو بآخر. طبعاً. دعنا نتحدث اليوم. كما نتحدث عن مراحل التصنيعي. من أين تبدأ الفكر؟ كثيراً. نرى الكثير من الميديا فيديوهات. ممكن تلهمنا. أو لا؟ أنت تحب مبدأ التجربة. دعنا نتحدث عن مراحل تمر في كل قطعة. لا تصل إلى مرحلة العرض عندك. الآن. الفكرة الأساسية. 90% من هذا التعمل. بصراحة. أنا أخذته. يعني. من حاجة إلى له. 90% لأن هذه الأشياء لا يوجد منها. نتحدث عن نت. إذا رأيتها. لا يوجد منها. لا يوجد منها. أكيد أن نت يعطيك أفكار. لكن غالباً ما يحرقني. هو الحاجة. أولاً. ثانياً. ما هو الموجود؟ كيف هي الأسعار اليوم؟ بشكل. الأسعار. دائماً نحن نعاني من أن المواد الأولية تكون قليلاً غالية. فهذا يؤثر على موضوع التسويق. طيب. بالنسبة للأسعار. نحن كثيراً حاولنا أن نكون أسعارنا مقبولة. طيب. الآن المنتج الذي أعمله كمتاني وكجودة وكعملية. تمام؟ يعتبر رخيص. بالنسبة لأي منتج. إذا أنت تقرني حضرتك. بشيء صيني مثلاً. أو بشيء صتيف. أي شيء. فهو يعتبر نوعاً ما رخيص. أنا أعمل لك شيء. لا أريد أن أضع أسعار تكون غالية أو تكون. فهو يعتبر أن الأسعار تقريباً منطقية. تقريباً منطقية. معنا هيك. ومن نسبة لأي منتج تاني بالسوق موجود. تعتبر تأيمن خيصة. تعتبر كزودة. وهو دائماً بسبب الأزمة وبالظرفها من الأسعار. حدث. كل شيء، لكننا نعيش ونعمل. بحدود المنطق. قمنات خلصنا وقتنا كثير قطعة مميزة. ولكن هذا صديق. لأننا قرأنا. أنا سألقها على هذا. ألقوا على الأسعار. أشكرتك اليوم لوجودك حسين الحاج مع الله. نتمنى لك التوفيق بمشروعك. ونرى أنه كبيراً أكثر وأكثر. أشكركم كثيراً على اللقاء الحلو. وأنني أعطيته ضوء على على شخص معين أو أشخاص بيحبوا يعملوا شيء دائماً نحن مشجع الأشخاص الذين لديهم مشروعون لزهر نعم، نحن أعطي نصيحة واحدة أي أحد يحب يشتغل يجب أن يؤمن بحاله أولاً ويؤمن بفكره يوجد شغل وفيه كل شيء لكن لا نحبك الزيادة لأنه لا يوجد صعب نعم، يوجد صعب، لكن دائماً يوجد شيء أحلى يؤمن بفكره ويؤمن بالشغل فيه يطلع معه شيء قولاً واحداً يعني بهذه الظروفة الصعبة اللي نعيشها في البلد أكيد لا يوجد أحلام هذه النصيحة الواحد يحاول أدم فيه لأحلامه شكراً لك، شكراً للقطع الحلوية اللي استعرضناها كلك، شكراً شكراً لكم شكراً لكم